هذا هو ابن عدى وآية السيد والأدام وقاله يا صلات والسلام لكي يتعلمون الإمام أعمال قال لقد رأيت رسول الله يظل ويلتوي لا يوجد من الدقل ما يملأ بطنه وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون فهي تحركوا في بسكة وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون يتعلمون فضالات قال الصحابة لا يتعلمون إنه لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يخبزون خبزا ولا يطبخون قدرا وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون صلى الله عليه وسلم يبيتوا الليالي المتتابعة وأهله طاويا لا يجدون عشاء أخوة لماذا؟ وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون صلى الله عليه وسلم وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون وقاله يتعلمون وقاله رجلا الذي عصب بطنه بطنه قوموا يتعلمون يتعلمون يقولون يدعون يتعلمون أخوة كذلك يتعلمون مثل عايشة وَاللَّهِ لَوْ كَانَ لِي مِثْ لُأَجْرَ اللَّهَ مَعْيَ عَيْشَى لِهِرَ اللَّهَ مَعْيَ جِبَالُ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ لا يوجد وثالة يجب ليسون الفسن ونزيو والله لو كان لي مثل أحد ذهبا والله ما يحصل على أحد ألطان يقول له من يرمس رجل الصلاة يقول له يقول له حميدا فقط للمسلمين إلا أنه لا يجب أن يكون يقول له يقول له يقول له يقول له يقول له أبو هريل جاء فلم يقول صحابة كانت ترواب يقول له من كنت أشد الحجر على بطني من الجوع حسان بصري يقول له أنه لا يجب أن يكون فضالة فرميه وقامتك لأركاته دوما يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الجوع وقامتك لأكثر وقامتك لأكثر وقامتك لأركاته وقامتك لأركاته وقامتك لأركاته حسان بصري فرميه كان عطاء سلمان خمسة آلاف درهم سلمان فارسي قامتك بالصاروي وقامتك بصوص مدى من كتابه شيئا أتباع متباض صلاة وقامتك اجمعها لا يستصنع وقامتك لأركاته وقامتك لأركاته ترجمة نانسي قنقر